طيب يبقى معنا الآن قصة سهل جداً أعمال القلوب أعمال القلوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول باب ذكر باب المحبة وثن بباب الخوف صح؟ لماذا؟ لأن تقدم معنا أن المحبة على ثلاثة أحسان محبة مع الله شركفظ محبة في الله أو لله واجبنا أن تقعوا الإيمان ومحبة طبيعي حب وبعد الحب ذكر ماذا؟ الخوف وذكرنا الخوف خوف عبادة وتعظيم والسير صرف الغير ناشي الكفظة خوف طبيعي جائز يخاف من الوصوص من قطعة الطريق من النار وهذا جائز طبيعي وخوف محرة الخوف المؤدل قلوب من رحمة الله وبعد المخلوق في مع السير الطائر السائر إلى الله لابد يجمع كل سير إلى الله بين الخوف والرجاء يجعلهما كجناحي الطائر الطائر لو عنده جناح حقه من آخر يصدف فلا تغلب جانب على جانب لكن قال بعض العلماء إذا أردتم تعرف المؤمن تنظر إليه في وقت السراء تجد خط وفي وقت الضراء تجد مطمئين إذ يغشيكم النعاس أي وقت الخط نعاس ووقت السل قال هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المناقبين مفهوم؟ إذا تسير إلى الله تجمع بين الخوف والرجاء يقول ابن القيم رحمه الله يقول قضى الله قضاءه وقضاءه الله لا يرد قضى الله أن كل من قدم محبة شيء كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذاب هذا بماذا في هذا الذي قدم على محبة الله قارون قدم محبة الأموال عذبه بمعنه فرعون قال وهذه الأنهار تجري من تحت جعلها الله تجري من فوقه عذبه بمعنه صحيح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل خليل الله الخلة هي التي تملك سوى إذا أقل ما نوجد محلي أحد قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليل جاء إسماعيل وبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحب هذا الولد الذي جاء بعد زمن طويل بعد كبر أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر الخليل في ماذا؟ في الخلة هل دخلت هذه المحبة أو لا؟ رأى في المنام رؤية أنه يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ إبراهيم خليل الله يحب الله ولا يقدم محبة أحد أمره الله بقتل إبنه الوحيد ماذا صنع؟ كان يستطيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأتي وإسماعيل نحن أجبح وانتهى الأمر؟ صح؟ لا أراد الخليل أن يشرك إسماعيل عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في الأجر واحد الثالثاني ممكن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تفاجئ بهذا الأمر ويحدث منه شيء نفور أو شيء من هذا فأراد أن يهيئ إسماعيل لهذا قال يا أباكي افعل ما تغمر اشترك في الأجر اشترك في هذه الخلنة افعل ما تغجر ستجدني إن شاء الله من الصافرين إبراهيم ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى وجه إسماعيل لأنه لو ينظر إلى وجهه قد يرق لهم فجعل وجه إسماعيل على الأرض هنا ماذا حصل؟ المطلوب وهو الخلة قدم محبة الله على محبة كل شيء إذن لا داع إلى قتل إسماعيل عليه الصلاة والسلام الثاني يقول قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به ويقول كل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوفه الله به تخاف من كران يجي كران تخاف من الزن ها فزادوهم رحفا وأنه كان بجال من الإنس يعودون برجال من الجن إيش كان النتيجة؟ الجزاء من جنس العامل تقدم خوفك من الله يخافك كل أحد صح؟ صحيح أو لا؟ والله إذا تقدم خوفك من الله على خوفك من كل أحد يخافك كل أحد الله الشيطان إذا رأى عمره في الطريق يسرق ففي ثاني لا يستطيع أن يسرق هذا الطريق نعم إذن هذا باب المحبة هو باب الخوف يبقى عندنا التوكل ترجمة نانسي قنقر